وانت قدمت لهم يا كابتن وهم لسه فاكرينك أكيد طب قولي مانويل جوزي كان بيتعامل ازاي معك في حتة دي نفسيا بصنا طبعا لان هو معروف ان هو قد ايه كان بيدعم اللعيبة نفسيا جدا يعني انا مستر مانويل من الناس اللي اتعلمت منها كثير بحبه جدا هو اللي اختارني من نادي الترسانة ان انا اكون متواجد في نادي الاهلي ودي بالنسبة لي حاجة كبيرة جدا كنت بعزوره كتير جدا ان قصرة النجوم زي ما قلت لك المتواجدة معاه 30-35 لعيب ما ببقاش عارف مين هيلعب ومين هيتحط كنا بنطلع مستنين النجوم اللي انت شفتيهم في الفترة دي كلها كان كل واحد بيستنى اسمه يتحط في الاسكور هم موجود ولا لا انا تعاملت مع مستر مانويل في الفترة دي طلبت ان انا اكون متواجد مع فريق الشباب كان فيه مباراة بتتلعب لفريق الشباب وكان فيه تلات لعيبة بينزلهم من فريق الاول بينزلوا للعب فطلبت منه ان انا اكون متواجد عشان احافظ على الفرما بتاعتي وهو وافق بس بصعوبة يعني بس وافق في الاخر ان انا اكون متواجد ولعبت لحد ما خدت شوية ولعبت حوالي 7 مباراة بعدها بدأت ارجع تلعب مع الفريق الاول برضو ماتش ماتشين وممكن بررسكور برضو هكذا بس هو ميزة في مستر مانويل ان هو دايما قدت اللبسة بالنسبة له ده موضوع كبير جدا كان دايما بيعامل اللعيبة اللي هي ما بتلعبش افضل بكتير من اللعيبة اللي بتلعب لو طبعا بيعارف وعنده نجوم كتير فدي من حتة الزكاء منه ان هو بيعرف ازاي يتعامل نفسها مع اللعيبة اللي ما بتلعبش ان انت تلاقي التلاتين اللعيب بيحبوا مستر مانويل دي حاجة مش موجودة في الدورة مصري انك تلاقي الفرقة كلها بتحب مدير فني دايما اللي بيلعب بيحب مدير فني واللي ما بيلعبش بيحبش مدير فني لكن هو كان الحتة دي بالنسبة لنا في التعامل كان ما خليني ان انا بحبه كاني بلعب بالضبط معروف طبعا يبدأين معنويل جزي الحقيقة كل ناس تتكلم على قدي كان داعم اللعيبة نفسيا جدا غير طبعا انه فنيا كان مدير فني عظيم وجزء كبير من تاريخ النادي الاهلي هنتكلم اكتر عن دايا كابتن محمود